وفي الأرض المقدسة ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس خدمة القداس الإلهي لمنح السري المناولة والتثبيت لأربعة وثلاثين طفلا وطفلة من أبداء رعية العائلة المقدسة في رمالله بمشاركة الأب يعقوب رفيدي والأب مايكل الذيب وحضور حشد كبير من أبناء الرعية وأهالي الأطفال المتناولين وخلال عيضة القداس ركز المطران الشوملي على روح الصلاة وعلى معنى سر التثبيت المقدس وثمار الروح القدس داعين الأطفال لأن يكونوا شهودا ليسوع المسيح في حياتهم اليومية وأن يمتلكوا روح الحكمة والقوة والتقوى